بمناسبة مرور عشرين عاما على تأسيس جمعية الكلمة الطيبة دشنة الجمعية شعارها الجديد نستثمر في الإنسان لتبدأ مرحلة جديدة من العمل الجاد والمبادرات المتميزة لتحقق من خلالها هذا الهدف فقد جاء هذا الشعار لإيمان القائمين على الجمعية بأن الاستثمار في الإنسان هو أحد أهم الركائز الأساسية للارتقاء بالوطن لأنه الثروة الحقيقية التي لا تنضب نستثمر في الإنسان شعار انطلقت به جمعية الكلمة الطيبة لتواصل عملها الإنساني في دعم المجتمع في مختلف المجالات لتستكمل بذلك مسيرتها التي عملت من خلالها في دعم مختلف القضايا وطرح العديد من المبادرات المتميزة دشنة الجمعية شعارها الجديد نستثمر في الإنسان كون أن ارتأت الجمعية أنها منذ انطلقت المسيرة في 2002 ركزت على الإنسان كون الركيز الأساسي في كل مشاريعها منذ انطلاقتها والحمد لله شملت المشاريع تدريبية مشاريع صحية مشاريع متعلقة بالتعليم والحمد لله أيضا تناولنا خلال مسيرة الجمعية برامجنا قدروا يستفيدون منها كل الفئات العمرية سواء أطفال شباب كبار السن وأيضا استهدفنا في مشاريع أن الإنسان دون نظر على حق أي اعتبارات أو خلفيات أو أي توجهات للإنسان وإنما ركزنا عليه كون فقط إنسان هذه الفكرة انطلقت لتؤكد حرص الجمعية على إخراج جيل واع ومتمكن وغادر على الإبداع في مختلف المجالات هو الشعار مركز على الإنسان مركز على أنه يتماكن أكثر نراقب طبعا في الجمعية كل التحركات كل المؤسسات التي تشتغل في المجال التي نشتغل فيه ونحاول دائما نطور عملنا بحيث يتوائم مع الخطط الوطنية والعالمية والحمد لله البحرين يعني مغرب على هاي الشيء كونه دائما تتصدر المؤشرات الدولية في التنمية البشرية حرص تام على الاستثمار في الإنسان توليه جمعية الكلمة الطيبة جل اهتمامها لإيمانها المطلق بأن هذا الشعار يؤسس لمرحلة جديدة من مراحل الجمعية المتفوقة في المجال التطوعي الذي يضع تطوير العنصر البشري نصب عينيه يعد الاستثمار في العنصر البشري هو استثمار ناجح ومنها فرز هذا الشعار لينطلق بعمل الجمعية ويساهم في إيجاد البيئة المتميزة القادرة على الإبداع بفضل كوادرها البشرية الفعالة خولة لجرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين